عاجل لقجع يعترض ويطالب الفيفا بإعادة مباراة المغرب وفرنسا السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد بعد هزيمة منتخب أسود الأطلس أمام فرنسا بهدفين نظيفين تقدم المغرب باحتجاج رسمي على تحكيم المباراة التي قدها المكسيكي سيزار أرتورو راموس الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم وجهت رسالة تتضمن الحالات التحكيمية التي حرمت المنسخب المغربي من ضربتين جزاء واضحتين بشهادة مختصين في التحكيم الجامعة قالت إنها مستغربة من عدم استخدام تقنية الفار وأشارت إلى أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي بات الحكم المكسيكي في مرمى انتقادات الجماهير المغربية بعد الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مواجهة أسود الأطلس مع المنتخب الفرنسي في نصف نهاي مونديال قطر 2022 خصوصا بعد عدم احتساب ركلاتي جزاء للمغاربة في هذه المواجهة وبعد تعرضه للهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي أرد الحكم عبر رسالة نشرت على حسابه على الإنستجرام جاء فيها أصدقائي الشعب المغربي من فضلكم تحلوا بالصبر إن لم تكونوا راضين عن نتيجة المبارات يمكنكم تقديم اعتراض جماعي عبر موقع فيفا ويمكنوا إعادة المبارات إذا أعجبكم الفيديو تشجيع لنا لعرض المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب